كلمة المالية دي إذا بنتكلم على مالية عامة فالمالية العامة وده وزارة المالية وده وزير المالية اللي بيتولاها ده أحد فروع علم الاقتصاد يعني زي في الطب كده في عند الجراح وفي طبيب أسنان وفي طبيب عام ممارس يعني الطب هو الحاجة العامة الاقتصاد هو الحاجة العامة أيضا المالية العامة ده أحد فروع علم الاقتصاد فعادة وزير المالية مفروض أن يبقى اقتصادي أيضا لأنه ده أحد التخصصات في مجال علم الاقتصاد مش عارف ده يعني يجاوب على الأحراتك بسألي لا لا يعني الحين يتبقى واضحة يعني لأنه فعلا هذا الخلط الشديد يعني كثير من رجال الأعمال في مصر يقولوا نحن رجال اقتصاد وهم رجال أعمال حضرتك بتقول أن الهدف هنا مختلف تماما لا بقول الهدف مختلف تماما وهم ليسوا رجال اقتصاد وإنما هم عاملين في مجال الاقتصاد يعني هم الاقتصاد عبارة عنه الاقتصاد هو كل الموارد المتاحة وعادة لما لازم عشان يبقى فيه مشكلة اقتصادية لازم فيه حاجة اسمها ندرة الموارد إذا الموارد متاحة بشكل زي الهوى مثلا الهوى ليست سلعة اقتصادية لأن كلنا ممكن نتلخص هو فيه هوى ببلاش طول الوقت مفروض إنما الموارد الأخرى سواء العمالة أو سواء رأس المال أو سواء الأراضي أو كذا لا ده موارد محدودة شغلة الاقتصاد أن يعزم العائد من هذه الموارد بالنسبة للمجتمع بكل أفراده مش مجموعة معينة بالتحديد